يجب أن نتكاتف، يجب أن نحل مشاكلنا الداخلية بيننا ويجب أن نعمل بجهود، بتضامن، تضامن وبمحبة وبأخوة لإيجاد طريق، الأحسن الطريق للخروج من هذه الأزمة التكاتف، التكتل والتضامن بين كل النخب الوطنية أمور مفروضة خاصة والفترة الراهنة ضماناً لأمن واستقرار البلاد لمواجهة كل التهديدات الخارجية وكل من يريد ضرب استقرار الجزائر فكان رد ممثل المجتمع المدني طبعاً هناك منتدى مدني لنقيم مبادل وتجربة متواضعة ننخارج في أي مسعى تكتل أو مبادرة تكون لها هذه الهائرة وتساهم في الحالة السياسية والفروج من سيدات السياسية ونساهم كذلك من خلال هذه الديناميكية في تلظيف الأجواء وتهديئات النفوز الأحزاب من جهتها أعربت عن تضامنها وتكتلها لضمان وحدة واستقرار الجزائر هو منطقي هذا هو الطرح اللي كان لازم يكون صحيحاً ننخباي سواء في السلطة أو المعارضة في الظروف الصعبة اللي تمر بها البلد لازم يتكاتف الجهود لمواجهة التحديات سواء الداخلية أو الخارجية ونتمنى أن الحكومة تبادر إلى تنظيم هذا التعاون على المستوى الولاي والوطني مثلاً أن تدعو إلى ندوة لمواجهة التحديات والمشاكل وجميع الأحزاب بالتأكيد ستشارك هذه الندوة السياسة الخارجية مرآة عاكسة للسياسة الداخلية ولتكامل هذه المعادلة الثنائية يقتضي تكاتف وتضامن كل النخب لمجابهة كل التحديات الخارجية ورص الجبهة الداخلية نوه الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بضرورة تكاتف كل الجهود جهود لشرائح المجتمع الجزائري من النخب للتكلم بصوت واحد يخدم الجزائر داخلياً وخارجياً وهذا هو المعيار المعول عليه في نجاحتك المعادلة حماية الوطن والوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات والتهديدات وضمان استقرار الجزائر مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن وجميع النخب على حد سواء وبعقيدة واحدة هي الجزائر أولاً وقبل كل شيء